أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات البحرينية السرلانكية من نمو وتطور مستمر على كافة الأصعدة وأشار سموه إلى أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك إلى مستويات أوسع بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله في قصر الإقضابية اليوم بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيدة هيرات مودي يانسلاجي سفيرة جمهورية سيرلانك الديمقراطية الاشتراكية الصديقة بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها في مملكة البحرين حيث أشار اسمه إلى متانة العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية سيرلانكا والحرص المتبادل على مواصلة تطوير أوجه التعاون بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين وتمنيا سمه لسعادة السفيرة التوفيق والنجاح في مهام عملها الدبلماسي في مملكة البحرين من جانبها أعربت سفيرة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة بما يحقق التطلعات المشتركة